في بداية الحلقة أنه رغب كل الظروف اللي بيمر بها نادي الزمالك وطبقاً لهذه الظروف فالأداء اللي بيعملوا لعيبة نادي الزمالك في المباراةين سواء بيراملز أو المقاولين هو فوق المتوقع طبيعاً أنه جميل الزمالك عايز زمالك يكسب كل المباراة فإن سمعت عادل بس هو فوق المتوقع عشان كنا متصورين بداية أسوأ من دين نادي الزمالك بس لازم تحط وانت بتقول لعيبة نادي الزمالك تحط بين كوسين مجهود فردي مش جماعي كلها اجتهدت في فرق النهاردة اللي هم بيطلعوا أقصى حاجة عندهم من خلال التاكتك اللي قدر يقدم الفريق وفي فرق النهاردة لما تشوف مجهود فردي في مباراة بيرامدز أو مجهود فردي في مباراة النهاردة اللي تلعبت قدام المقاولين العرب كلها جهود فردية أنا ما شفتش تاكتك تعمل في الملعب خالص بلاس كمان أنت الولاد الناشئين بتخلص عليهم أنت النهاردة بملاعب إيشو ملاعب حتم سكرهم ملاعب بيسو في نص الملعب التلاتة غيرتهم بين الشروطين طب ليه بمبدأهم أصلا بناء يعني أصلا بتعمل الروتشن يعني أنت لسه بتقول الحاجة ما هم أوا كريم إن دايما في الظروف الصعبة ما تستناش حسن حاجة وأنا معك في النقطة دي يعني دايما أنا من قبل ما السنة تبدأ بقول الجمهور الزمالك اصبره ولو حصل حاجة ما تزعلش قوي لأن أنت مش في كامل قوتك كسواء إداريا أو فنيا خلانا نتفع على دي لكن في نفس الوقت أنا ما عنديش الروتشنز اللي أنا أعمل الروتشن عشان إيه عشان ماتش هيتلعب يوم السبت الجاي لأ بعيد قوي وكمان ما عنديش النهاردة لما باجي أعمل الروتشن بتاعي على الأقل لو اللي بلعب أساسي 70-80% اللي يكون قاعدلوس ويبقى 60 قريب منه يبقى في فرق 10% 20% لكن ما يبقاش في الجبدة كله وطبيع هيكون في جانب ممكن تبدأ بتشكيلتك لأسية تضمن المباراة تسجل هدف واتنين وتبدأ تعمل تغييرات بقى برافا عليك دي الحاجة الأهم كمان إن أنا النهاردة مش كل مرة هتسلم الجر نبدأ بتشكيل غلط تغير والأمور تتعدل معي بالعكس أنا النهاردة ممكن لما أجي أصلح أكون متأخر بجن أو اتنين ودي بتبقى مشكلة كبير جدا وخصوصاً الفرق اللي بتلعب ندز الزمالك أو الأهل انت عارف لو جيه في الجن لو جيه في الجن من سواء في أهل أو زمالك انت عارف الفرق بتستقتل إزاي قدام الأهل الزمالك طول ما الوقت بيتأخر حتى لو بتعاد إزاي ما حصل النهاردة معنى وين الخصم بيزيد وانت بتقل وانت بتتضغط خلاص فانت حتى لو هتنزل اللعيبة الكويس هنزله مضغوطين فانت عندك مشكلة كبيرة اقول اللعيبة اللي عندها خبرات يعني